موسيقى 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 ثم كذلك كانت أمورات متعلقة بجانب الموارد البشرية فنحن في المغرب بدمج القطاعين العام والخاص لا نتعدى 25 ألف طبيب في العموم سواء من طب عام أو من طب متخصص ونحن نتجاوز 37 مليون ناس محاليا وبالتالي بالنظر للمراجع الدولية والتي تتنص على أن يكون عندنا 13 طبيب لكل 10 ألف مواطن فتنكونوا بعد بشكل كبير على توفير الموارد البشرية اللازمة نهيك كذلك على فئة الممرضين ولصاج فام المعايير الدولية تنص على أن يكون عندنا 31 لكل 10 ألف طبيب فنحن بعيدون كل البعد وهذا راجعون بالأساس إلى مجموعة دي العواميل منها الجانب التحفيزي منها منظومة الأوجور فغياب التحفيز داخل القطاع الصحي يجعل من الأطباء والممرضين ولصاج فام أنهم ما يلتجوش بشكل كبير إلى العمل داخل المنظومة الصحية العمومية الجائحة يعني كشفت عن المستور فيما يخص واقع مدينة موراكوش مدينة موراكوش بصفتها واجهة دولية وبصفتها تتعكس يعني حتى المجهودات الجبارة التي تتقوم بها المملكة المغربية من أجلي واحد الماركوتينج ديماج الأكستيريور مدينة موراكوش وخاصة في جانب القطاع الصحي يعني تتكشف لنا على واحد الخلل كبير يعني يكفي أن ننظر إلى البينيات أو المؤسسات الصحية في مدينة موراكوش فهي جد مهترئة ولا تتناسب وطموحاتنا كمغاربة يكفي كذلك أنه نشوف بأن مشاريع كبيرة من أجل تقريب مثلا مشروع تقريب الإدارة من المواطن ومشروع الجهوية فمدينة موراكوش أين يعني الحس التوقعي للمسؤولين أين يعني أمورات كثيرة يلزم الخوض فيها صراحة منصاج أو خطاب مباشر ممكن أن أدرسه السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة هو أنني سنذكرهم أولا بكون مدينة موراكوش وجهة دولية جد كبيرة ويلزم أن تعكس هذا الأمر منظومته الصحية سواء من خلال البنايات أو من خلال جودة الخدمات الصحية فيلزم بدل مجهود كبير بخصوص ما تتوفر عليه لهذه المدينة الموضوع من البنية الشفية في مدينة موراكوش حقيقة مدينة موراكوش القطب السياحي قطب عالمي مدينة تاريخية مدينة معروفة ببنيتها السياحية الكبيرة جدا وبمعالمها الحضارية ولكن تنقصها الجانب الصحي والجانب الصحي مرتبط أيضا بالسياق العام ديالسياسة العمومية القطاعية في مدينة الصحة واش ميزانيات المقولة لمجال الصحي واش هي ملائمة حتى تكون واحدة بنيتها ما تحتيتها ملائمة طبعا مدينة موراكوش تحتوي على مجموعة ديال المراكز الشفائية جهوية كبيرة جدا وهذا تمركز الشفائية في مدينة موراكوش على غرار عدم توزيع العادل على مستوى المناطق واللي اعطى هذه البنية هذا الزخام ديال الزحام وديال عدم توفور الاطقوم التببيا والموعيدات التببيا أيضا والتي يخلي واحد مجموعة الاختلالات على مستوى مدينة موراكوش إذن هذه العطاس تأكدونable لن كان نقص الحد في الأطقم الطبية النقص الحد أيضا في المعادة الطبية اللازمة النقص الحد أيضا في الموارد البشرية وهذا أم لا تاهل مدينة مراكوش ستكون بنية شفائية ملائمة لمدينة مراكوش نظرا لأن مدينة مراكوش تتعرف نمو الديمغرافي ونمو على المستوى الهوو ولا اعتبر ان مدينة مراكوش هي مركز ديال المستشفيات الجهوية على مستوى ديال الجهوية تلقوا الانطاكي تلقوا ال بنو زهو تلقوا ال بنو توفايل تم المستشفى الجامعي الى غير المستشفيات التي تعكسوا عني واحدة البنية جهوية اللي خاصتكون فيها واحد مجموعة وعلى خدمات في مستوى هدي المدينة وفي مستوى تطلعات ديال المواطن اللي يتسكون في هذه الجهوية أولاً قصدت برئيس الحكومة أولاً ستخص بعدها ميزانية مهمة جداً للقطاع السعي والقطاع التعليم لحصول الحظ أن كورونا عرّت وعكسات فيها لنهاشاشات البنية الصحية ليس على المستوى المغرب ليس على المستوى المغرب وبالتالي فإنه تقريباً تكلفة المصاريف الصحية تتخص في قريمة 1.4% من المصاريف الصحية للوضع الصحي وطبعاً تتبقى تقريباً 1.9% لتتبقى الخصص ثانياً أنه أختي رفع من الميزانية تاعت ديالة الصحة وخصص نخارض مجموعة تاعت المؤسسات الجماعية المؤسسات المنتخبة بمثال المجلس الجهوي أو المجلس الجهاء وأيضاً المجالس المنتخبة وأيضاً القطاع الخاص وأيضاً المجتمع المدني في تأهيل بنيات الصحية وإعادة تأهيل حتى يتلأم وينسجب مع وضع مدينة مراكوش ويحسن من الخدمات الصحية بهذه المدينة المناضلة التاريخية